بمنتدى الثقافة محمد معوش وبحضور أدباء ومثقفين ومحبي الأدب والشعر أقيمت احتفالية اليوم العالمي للشعر الذي نظمته مديرية الثقافة لولاة عنهب فات لشعر المدينة الذين قدموا الكثير والكثير من أجل الكلمة الشعرية من أجل كلمة التي صارت تشكل غربة في وطنها والاضهاد من بني جلتها اجتمعنا في هذه الأمسية العنابية الجميلة لنقرأ شعرا بالمناسبة ولنتغنى بمدينة بونا الجميلة بونا باق البوحي الذي تلبس تمتمات الدراويش والود الذي أتعبني في زمن التلون والكمون الاحتفالية توجد بتكريم عدد من الشعراء يتم تكريم بعض الأسماء الشعرية المهمة في الجزائر والتي كان لها صدى كبير خلال العشريتين الماضيتين في إطراء النص الأدب الجزائري وفي إطراء التقافة الجزائرية عموما تبقى المبادرة بحاجة إلى المزيد من الدعم من السلطات الوصية للنهوض بالنخبة من المثقفين والشعراء في الجزائر ترجمة نانسي قنقر